بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع اليوم في مقاييس النزعة المركزية اللي هو الباب الثاني القسم الأول منه سنشوف شهي تعريف المقاييس النزعة وشهن مقاييس النزعة المركزية وكيف نحسب كل واحد منهم وما فائدة كل واحد وما عيوبه وميزاته إذن مقاييس النزعة المركزية سنبدأ أول شيء ببعض التعريف ونشوف تعريف المعلمة وتعريف الأحصاء المعلمة هي كل قيمة عددية تميز المجتمع إذن أهم نقطة فيها أنها تميز المجتمع إذن هذه هي النقطة المهمة فيها أنها تميز المجتمع يعني التمييز بين الأحصاء والمعلمة هي بكلمة مجتمع طيب وفي بعض المراجع يقال عنها الوسيط ومنها على سبيل المثال المتوسط والإحراف المعياري إلى آخره أما الأحصاء قيمة عددية تميز العينة ومنها برضو المتوسط والإنحراف المعياري وتحسب هذه القيمة من بيانات العينة إذن هي مني بس كمعلومة أنه قيمة عددية تميز المجتمع التي نسميها معلمة وقيمة عددية تميز العينة نسميها الأحصاء تعريف مقاييس النزع المركزية إذن إذا كان عندي مجموعة بيانات معطاة مثل درجات طلاب كل قيمة عددية تنزع إليها البيانات يعني تروح باتجاه هذه النقطة تسمى مقاييس نزع مركزية يعني كأنها عم تجذب على المركز إذن تروح منها طبعا كليا أو جزئيا تسميها الأشياء هذه مقاييس نزع مركزية طبعا هذه عبارة عن تعريف ومنها المقاييس هذه المتوسط الحسابي المتوسط الهندسي الوسط التوافقي الوسيط المنوال إلى هذه المقاييس النزع المركزية راح نأخذن واحد واحد ونشوف كيف يحسبن إذن راح نبدأ بالمتوسط والوسيط والمنوال ونشوف كل واحد كيف ينحسب وحسب نوع البيانات أول واحد اللي هو المتوسط المتوسطين حسب بحالتين أما بيانات مبوّبة أو بيانات غير مبوّبة إذن هذه غير مبوّبة يعني يعطيني بيانات خامة إذن هذه غير مبوّبة وسهل هو نجمع الأعداد ونقسمهن على عددهم إذن الـ X خط هو رمز المتوسط إذن مجموع الأعداد على عددها وإذا كان عندي على شكل جدول يعني عندي تكرارات فتكون هي مجموع حاصل ضرب التكرارات في مراكز الفئات على مجموع التكرارات طبعا حنشوفنا الحين من خلال مثال طبعا المتوسط الموزون اللي هو حق الدرجات عادة هذا يستخدم يعني كل درجة لها وزنها الـ X خط يساوي مجموع حاصل ضرب كل درجة بوزنها على مجموع الأوزان هذا يسمونا المتوسط الموزون وروح نشوف من خلال المثال كيف يحسب المتوسط والمتوسط الموزون نشوف المثال اللي عندي هنا عندي مجموعة طلاء مجموعة درجات إذا كان لدى طالب خمس مقرارات دراسية وهلا الهي أن كل واحدة لها درجتها إذن كل واحدة لها درجتها ولها وزنها والمطلوب أحسب المتوسط تمام ما هو المتوسط وما هو المتوسط الموزون إذن المتوسط اللي هو الـ X خط سهل X خط يساوي تساوي مجموع XI على N اللي هو عدد مجموع XI على N لعدد العداد يعني 98 زائد 93 زائد 80 زائد 92 زائد 87 يعني هذي يمكنك شوف متوسط درجاتك وتكسمها على عدد 1, 2, 3, 4, 5 إذن عندي 5 بيانات ونشوف النتيجة تطلع النتيجة 90 لو دخلناها بالآلة الحاسبة حتطلع النتيجة 90 إذن متوسط درجات هذا الطالب هي 90 درجة طيب الآن لو دي حسب المتوسط الموزون المتوسط الموزون اللي خذينا قبل شوية قاعدته اللي قلنا X خط هي مجموع X خط W طبعا الموزون المجموع حاصل الضرب على مجموع الأوزان راح نشوف كيف هنجيب لكم إذن X خط W تساوي مجموع W في X W في XI على مجموع ال W طبعا هذا كقانون بس نشوف الآن يلا حط خط كل درجة أضربها بوزنها وأكسم على مجموع الأوزان يعني 1 ضرب 98 زائد 1 ضرب 93 زائد 2 ضرب 80 زائد 2 ضرب 92 زائد 3 ضرب حقا زائد زائد 3 ضرب 87 على مجموح اللي هي 1 زائد 1 زائد 2 زائد 2 زائد 3 1 زائد 1 زائد 2 زائد 2 زائد 3 نحسب النتيجة هذه ونشوفها في الآلة الحاسبة طبعا تحت هيطلع عندي 1 1 2 6 9 وأحسب هذه إما أحطها في الآلة كامل إما أحطها في الآلة كامل أو أحسبها جزئيا إذن ونحسب فوق وبالآلة ونحط نتائج إذن حسبت بالآلة الحاسبة طلع عندي اللي فوق حاصلن 625 ضربنا تقسيم 9 ضربنا 49 4 هذا هو المتوسط الموزون الآن نأخذ مثال من خلاله نحسب كثير من من مقيس النزعة المركزية المثال يقول مثال إذا كان عندي مجموعة درجات طلاب 2 من 10 طبعا 2 5 4 أو طالب 1 6 5 8 إلى آخر إذن هذا لك مجموعة درجات أحد الطلاب والمطلوب أول واحد حساب الوسط الحسابي إذن الوسط الحسابي الوسط الحسابي سهل قلنا الوسط الحسابي X خط يساوي مجموعة القيم مجموعة XI على عددهم يعني 2 زائد 5 زائد 4 زائد 6 زائد 5 زائد 8 على 6 ستطلع النتيجة فوق 30 ممتاح 6 ويطلع بالمحصلة 5 هذا بالنسبة للوسط الحسابي 2 الوسط إذن الوسط الوسط لازم نرتب ونأخذ اللي في النص إذن لازم نرتب ونأخذ الأوسط لا نغلط بين وبين المتوسط لا نغلط بين وبين أرتب بياناتي من الصغير الكبير 2 4 5 5 6 8 وأجي أشطب أول وحدة مع آخر وحدة ثاني وحدة مع لي قبل الأخيرة ويش يظل عندي الخمسة والخمسة يظل عندي كام الخمسة والخمسة بالحالة هذه الوسيط طبعا ما له رمز الوسيط يساوي بين وطلع عندي قيمتين أجمع القيمتين وأقسم على على اثنين هتطلع نتيجة خمسة إذا كان عندي شطبت وطلع بس رقم واحد أخذ هذا الرقم بدون ما أقسم على اثنين أو غيره الآن المنوال المنوال هو الأكثر تكرارا هو الأكثر تكرارا يعني وش يتكرر عندي أكثر شيء هنا الخمسة إذا المنوال خمسة طبعا المنوال ممكن يكون ما في منوال وممكن يكون في منوالين وممكن يكون في منوال واحد أو أكثر من منوالين ممكن على حسب البيانات عندي يعني لو تكررت الستة مرتين والخمسة مرتين أخذ الخمسة والستة لا أجمع ولا أقسم على اثنين بس أقذهم مثل ما هو إذن هذا حساب المتوسط والوسيط والمنوال في بيانات بسيطة وهذه يسمونها البيانات غير المبوضة هذه يسمونها البيانات غير المبوضة الآن عندي مجموعة البيانات اللي تمثل أطوال أشخاص خمسين شخص طيب الأطوال هذه معطنيها من خمسين شخص ومعبين نياها كجدول الآن لو نحسب المتوسط والوسيط سهل أنه نجمحهم كلهم ونقسم على عددهم جيد والوسيط الرتبهم ونأخذ في النص لكن طويلات يعني عدد البيانات هنا كثير خمسين فما بالك لو كان مية لو كان ميتين لذلك راح نشوف طريقة أن نحطهم بجدول تكراري مثل ما أخذينا في الشابتر السابق أو الفصل السابق إذا المطلوب هنا أوجد المتوسط أو الوسط الحسابي المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال حتى أحسب هذه البيانات أو المقيس النزعة أروح أزين الجدول التكراري الجدول التكراري اللي هو نسوي فئات يعني نقول مثلا نشوف شو أصغر قيمة عندي الطريقة السابقة اللي خذيناها أصغر قيمة وأكبر قيمة ونشوف كم نسوي عدد الإقلاسات أو الفئات عدد الفئات وكل فئة كان فيها عنصر هذه مرة تمعانا سابقا وعادة بكذا أسئلة ممكن تجي هي جاهزة في الاختبار ويسألونكم عليها هالأسئلة إذن حنزينها في الجدول التكراري اللي هو على الشكل التالي هذا هو الجدول التكراري وزعونا الفئات إلى ست فئات الفئة الأولى من 140 إلى 150 والفئة الثانية من 150 إلى 160 طبعا حسبونا إيش تكرار الفئة يعني كم واحد أطوالهم بين 140 إلى أقل من 150 وبعدين من 150 إلى أقل من 160 وهكذا طلع عندي عدد الأشخاص اللي هي 4 و 5 و 6 كل مجموح ما ذول لازم يكون 50 طيب مركز الفئة كيف جبنا مركز الفئة مركز الفئة هذه مثلا هنحطه هنا في إشارة مركز الفئة اللي هي 145 ويش سووا جمعوا 140 زائد 150 وقسموا على 2 إذن هذه جدت من خلال 140 زائد 150 تقسيم 2 يعني الرقم اللي بالنص هذا معنات مركز الفئة هذا معنات مركز الفئة إذن هذه طريقة حساب مركز الفئات وهكذا بالنسبة للبقية إذن بس هذه فهمناها لأنه أكثر الطلاب ظلت تسألني على مركز الفئة الآن نحن بدون نحسب المتوسط المتوسط الحسابي في هذه الحالة له قانون هو مجموع إذن الـ X خط يساوي مجموع F-I في X-I على مجموع الـ F-I من هنا نجيب الكلام هذا الـ F-I هو تكرار الفئة هذا هو الـ F-I والـ X-I اللي هو مركز الفئة معناته لازم أضرب مركز الفئة في تكرارها لازم أسوي جدول جديد حاصل ضرب مركز الفئة في تكرارها يعني سأسوي جدول هنا أضيفه هو X-I في F-I أو F-I في X-I نفس الشيء طبع جابينهم أرقام كبيرة نضرب 4 في 145 و 5 في 155 16 في 165 وهكذا راح أضربهم وأدخلهم إذن جبت النتائج اللي هي 145 ضرب 580 155 ضرب 5 775 وهكذا إلى آخر الآن سأجمع النتائج هذه طلع المجموع 8 550 إذن الآن نقسم 8 550 على مجموعة تكرارات على 50 ونحساب النتيجة 101 إذن هذا هو متوسط الأطوال هذا هو متوسط أطوال الطلاب أو الأشخاص ترجمة نانسي قنقر